بحث اليوم السستاني يخالف القرآن والرسول والآل عليهم الصلاة والسلام ويشرعن الشعائر النصارى والهندوس والجاهلية السستاني يخالف القرآن والرسول والآل ويشرعن الشعائر النصارى والهندوس والجاهلية سجلنا هذا العنوان المرجع السستاني يجهل النهية والحرمة ويشرع بدعة ومعصية اللقم والسلاسل والإدماء والطقوس المرجع السستاني يجهل النهية والحرمة ويشرع بدعة اللقم والسلاسل والإدماء والطقوس ويشرع معصية اللقم والسلاسل والإدماء والطقوس ذكرنا وكررنا أن أستاذنا السستاني ليس بمشتهد فلا دليل على اجتهاده مطلقا ذكرنا وكررنا أن أستاذنا السستاني ليس بمشتهد فلا دليل على اجتهاده مطلقا لكن لم يخطر على الذهن أنه بهذا المستوى من الجهل والتهافت والاضطراب والانحلال قلنا بأنه ليس بمجتهد كررنا هذا القول والكلام هو أستاذنا لكنه ليس بمجتهد لكن لم يخطر على الذهن أنه بهذا المستوى من الجهل والتهافت والاضطراب والانحلال ويحتمل جدا جدا أن يكون السستاني عاجزا ذهنيا أو ميتا حقيقة أو سريريا يحتمل جدا 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 أن يكون السستاني عاجزا ذهنيا أو ميتا حقيقة أو ميتا سريريا لكن الإعلان عن حقيقة ما هو فيه يحطم تجارة الأبناء والحاشية والمنتفعين قال الله سبحانه وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نقص من الأموال والأنفس هذا من الابتلاءات الموت من الابتلاءات ما هو الموقف ما هو الواجب ما هو الحكم ما هو التصرف ما هو السلوك الذي يجب أن يصدر من الإنسان المؤمن من الإنسان المسلم من الإنسان المتقي من المسلم والمسلمة من المؤمن والمؤمنة يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون في سورة البقرة من آية 155 إلى آية 157 إذن تحدث عن الابتلاء بشيء من الخوف الجوع نقص من الأموال نقص من الأنفس نقص من الثمرات ما هو الموقف من المؤمن من المسلم من المؤمنة من المسلمة من التقي من التقية ما هو الحل؟ الصبر 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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان الله وكأن الله بل إن الله يخاطب القبورية سبحان الله إن الله يخاطب القبورية في هذا المورد في هذا الموضع القرآني التفت جيدا الكلام عن التقوس تقوس القبورية بدع القبورية تقوس السستاني بدع السستاني فتاوى السستاني شعائر الهندوس شعائر النصارى شعائر البوذة شعائر الجاهلية التي نسبوها زورا إلى الحسين عليه السلام التي نسبوها زورا إلى شعائر الله ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد هذه الآية مباشرة وصلنا إلى الآية 157 لنرى ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية 158 إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله هذه هي شعائر الله وشعائر الهندوس شعائر النصارى ليست من شعائر الله شعائر الجاهلية ليست من شعائر الله شعار النعمان بن المنذر الجاهلي ليست من شعار الله إن الصفا والمروة من شعار الله ما هو حكم الصرخي وما هو حكم السستاني ولازلنا في نفس السورة في نفس الموضع القرآني هنا حكم السستاني وحكم الصرخي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نعم